اسمي ريم العوض من سوريا من دير الزور كنت معلمة صف ابتدائي في مدرسة عمر المختار في بلدي دير الزور بعد ذلك بسبب الحرب في سوريا جئت إلى تركيا دخلت إلى تركيا سنة 2015 نهاية 2015 واستقررت في ولاية مرسين في 2016 وهنا بدأت أبحث عن حلمي وأحلامي وطموحاتي أنتج منتجات بملاسبة الأعياد مثل عيد الأم طبعاً باللغة التركية واللغة العربية أنتج أيضاً بناسبة عيد المرأة العالمي يوم المرأة العالمي عيد للطفولة رمضان بكل مناسبات أنتج أحرف أسماء أشياء شعارات لوجو أي شيء يحتاجه العميل ويحتاجونه الطلاب المدارس طبعاً أحصل على كمية من البلاستيك قناني الماء أيضاً هذا اللي تساعدني على إعادة التدوير طبعاً هي الغطاء حالياً أن أستخدمه في إعادة التدوير إن شاء الله بالمستقبل يكون عندي معمل خاص فيه كسيدة أعمال أقوم بإعادة التدوير ويكون عندي خط إعادة التدوير كامل أقوم به لوحدة إن شاء الله هلأ هو في إحنا قدمنا مشروع يو ان دي بي سابقاً بالألفين وتسعة عشر حصلت على شهادة الكترونية من جامعة باشكنت وصابوا لنا مجموعة لكي نتابع أمور ريادة الأعمال بعثوا على المجموعة أستاذ رامي بعثوا على المجموعة إنه في دورة ريادة أعمال اليون دي بي فسجلت فيها أنا ودخلت فيها وكان فكري إنه عزوم لحضر ريادة الأعمال طبعاً كان تدريب ريادة الأعمال في هاتاي استدعونا رائدات الأعمال سيدة أعمال نساء تركيات وسوريات فكنا أصدقاء رح نتعرفنا على بعض هناك تعرفنا على أعمالنا عن النجاح عن المخاطر عن الأهداف اكتسبت أيضاً كثير أمور منها إعداد خطط للعمل بطريقة احترافية اكتسبت من هذا التدريب أيضاً إدارة الوقت تنظيم الوقت إدارة المهاب بشكل موجدولة أكثر أيضاً الصادرات والواردات والجدول المالي طريقة التسويق كيف نصلي للعميل كل هذه الأمور تعلمتها في رياتة الأعمال في هاتاي ثم تابعنا رياتة أعمال تدريب عن العزوم لمدة ستة أيام فهذا كله فاتنا واستفد منه والله يعطيهم العافية لما كنا إحنا سيدات أعمال سوريات رواد أعمال سوريات وأتراك كنا مثل أخوة أيضاً سنعندي صديقتان أثنان تابعنا بعض عن المواقع الإستجرام نتابع أعمال بعض نتواصل مع بعض عن طريق الترجمة والكتابة ونعرف أخبار بعض ومشاريع بعض أشتري فيها طابعات 3D أنواع أشتري فيها بكرات فيلمنت أشتري فيها أيضاً لابتوب احتياجي لعملي كي أتوسع في عملي أكثر وينتشر عملي أكثر إن شاء الله في أنحاء تركيا كلها حاب أوجه كلمة لكل النساء أنت قادرة تكوني امرأة ذات أحلام ذات مستقبل ناجحة النساء الناجحات بالمستقبل أو نساء النجحو ومشهورات لا يقلوا عنا بشيء إحنا قادرين نعمل حلمنا ونصلي حلمنا ولا تصغري الحلم خلي كبير الحلم ومش بطريق حلمك تبدأي وتصلي إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر